بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بنكمل معاكم إن شاء الله دورة الأب انفينتور وفي الدروس السابقة بحمد لله أتمامنا مناقشة أدوات مجموعة الـ User Interface واجهة المستخدم في هذا الدرس رح ننتقل لمجموعة أخرى من مجموعات الأدوات اللي موجودة في الشاشة ديزاينر في برنامج الأب انفينتور اليوم رح نتناقش في الأدوات الموجودة في مجموعة اللي آت وأنا عارف إنه انتوا فهمين الفكرة وأصلا الـ Horizontal Arrangement إحنا كثير استعملناها في التطبيقات السابقة فإنتوا يعني بنسبة 70% إلى 80% فهمين فكرة هذه الأدوات بس مش غلط إنه نخصص لهم درس علشان نتعرف ممكن فيه أمر أنت مش عارف وتستفيد منه في هذا الدرس طبعا جماعة أدوات مجموعة اللي آت اللي هي مجموعة التنسيق هدفهم ترتيب الأدوات سواء كانت ترتيب أفقي أو كانت ترتيب عمودي vertical كانت ترتيب عمودي أو كانت ترتيب على بداخل جدول يعني أنا برتب الأدوات بداخل جدول طيب إحنا إيش نستفيد من هذول الأدوات خليني أذكركم لو جبنا مثلا هاي الأداء بوتون خليني أروح أقول إيش على سكرين واتذكروا الإيش اللي عملته هون لأنه رح أحكي عنه كمان شوي أجعل اللاين هوريزانتل في سكرين وأخليه سنتر يعني بدي الأدوات بنصف الشاشة تمام وبدي أجيب أداة ثاني بوتون ثاني وأخلي هذول الأداتين بجنب بعض ما بزبط إنه هذول الأداتين يجانب جنب بعض ما بزبطش نهائي إنه هذول الأداتين يجانب جنب بعض إلا بحالة وحدة إذا رحنا على مجموعة الليئاوت وضفنا أداة من أدوات الترتيب اللي ممكن يتحقق المبتغى اللي أنا بدي إياه اللي هو الأداتين أو عدة أدوات يجانب جنب بعض طيب خلينا نتعرف على الهوريزانتل أرينجمنت وانتبهوا معي إنه موجود هنا هوريزانتل سكرول أرينجمنت فيه هنا فيرتكال أرينجمنت وفيه هنا فيرتكال سكرول أرينجمنت هذول كل أداتين مع بعض متشابهات إلا باختلاف واحد رح نحكيهن كمان شوي طيب خلينا نجيب أداة الهوريزانتل أرينجمنت ونيجي نتطلع على الخصائص الإلها طبعا الخصائص الإلها أنتوا فاهمين هن ليش لأن إحنا استعملنا خصائص متشابهة في أدوات ثانية يعني الاللين هوريزانتل اللي هي المحاذاة الأفقية الاللين فيرتكال اللي هي المحاذاة العمودية الباك جراوند كيلر فيما أنا لو بدي خلفية لونية لهذه الأداء ولو ما بدي خلفية لونية باجعلة نن يعني بدون لون ولحظوا معاي إنه هذه الأداء ما بتظهر يعني مثلا فيه منهم بيجي بقول طب هذا المستطيل الأسود ممكن أنا بالنسبة إلي بشوه منظر التطبيق اللي إلي تمام لحظوا معاي هون لما أنا أعمل بريفيو للتطبيق أو أعمل اميوليت للتطبيق ما بتظهرش بالمرة بينما بيظهر أثر هاي الأداء وهذه الأداء بتظهر بحالي وحدي إذا أنا لونت هذه الأداء طيب موجود عنا هنا على فكرة على سيرة الألوان موجود عندي اللون وايت وموجود عندي اللون نن اللون وايت يعني بدي خلفيتها بيضة طيب شو يعني بتفرق عن نن خلينا أوليكم لو كان مثلا في السكرين أنا عامل خلفية سواء كانت خلفية لونية أو كانت خلفية صورة هاي باكي جراوند كالر مثلا لو كنت عامل خلفية لونية للسكرين اللي هي يالو الآن لو جينا على هوريزنتل أرينجمنت وبيدي الخلفية تكون لون أبيض فبتكون خلفيتها لونها أبيض يعني بتكون بيضة بس لو خليت خلفيتها نن يعني ما بيكونش لها خلفية يعني هذه الخاصية يعرفوها طيب هوريزنتل أرينجمنت هذه الأداء علشان نرتب عدة أدوات مش أدتين في بعض الطلاب كنت لاحظ أنه بفكروا أنه أدتين لا أدتين فأكثر بطريقة أو ترتيب أفكي يعني شو أفكي يعني يجين بجنب بعض هاي أداء هاي أدتين هاي ثلاث أدوات كديش بدي بقدر أضيف أدوات طبعا في النهاية أنا محكوم أنه هذا التطبيق لجوال أو لتابلت فبالتالي بدي يكون عدد الأدوات برضو منطقي مع ملاحظة أنه هذه الأدالة هاي الهوريزنتل أرينجمنت بتضيف كديش بدي أدوات في النهاية أنا لازم أضيف أدوات بحجم أو تكون محكومة بشاشة الجوال بالمتوسط يعني أنا بدأ أفطرد أنه ممكن هذا التطبيق ينزل على جوال شاشته وسط شاشته صغيرة شاشته كبيرة فبدي يكون الموضوع منطقي وعلى سيرة حجم شاشات الجوال في عنا هنا خاصية أو عندي هنا مميزة هذا الميزة يعني لازم حكيت لكم إياها من قبل هذا الميزة بيحكيلي أنه التطبيق اللي أنت بتسويه لإيش فهون افتراضيا مختار فون سايز يعني وعامل لي حجم شاشة جوال يعني بالمتوسط لا جوال أنا بسوي هذا التطبيق طب افترض أنه هذا التطبيق بس للتابلت أنا مسويه فباجي بختار التابلت سايز وهنا بيختار لي حجم ملاحظين كيف كبر حجم الشاشة وملاحظين كيف الأدوات فرهدت وأخذت راحتها في هذه الشاشة طبعا هنا ما أخذتش راحتها لأنه أنا عامل إيميليت على جوالي مش على تابلت لو عامل إيميليت على تابلت فبالتالي بدأت أخذ راحتها هذا فيما لو التطبيق فقط أنا بدي أسويه للتابلت واليوم صار برضو الأندرويد دخل للتيفيز أو التلفزيونات فبالتالي منتور سايز يعني أنا لو كان هذا التطبيق مخصص للسمارت تيفيز أو سمارت تيفي تيفيز يعني يا جمع تيفي يعني يا سامحوني طلعت معي سمارت تيفي فبالتالي كبر لحجم الشاشة علشان تنزل للسمارت تيفي وإحنا الآن قاعدين يعني مش خلاف خلينا بما إنه متدرب إنت لما تصوى تطبيقك اللي بدك إياه أعمله تمام طيب موجود عندي هنا خليني أحدف هنا أداتين أو أخرج أداتين من هون أطلع أداتين علشان أورجيكم شوية من خصائص هذه الأداء موجود عندي هنا الهاي والويد طبعا عارفين هن الارتفاع والعرض لما أجي هون على الويد ممكن أختار في البيرنت وفي البيرنت عارفين إيش معناها يعني بحجم شاشة جهاز الجوال أو السمارت فون اللي أنا بدي أنزل على التطبيق بالبيكسل يعني بالضبط كديش هون نسبة ماوية بالنسبة لها حجم الشاشة خلينا نخليها في البيرنت طيب لما خليناها في البيرنت ملاحظين طبعا هذه الأداف طراضيا دايما تيجي الأدوات بتبدأ من الشمال لليمين وإذا رحت على التوتوريال الخاص بالتطبيق بيحكي لك إنه هذه أداة مخصصة هيك بالنص يعني أداة مخصصة لترتيب الأدوات أفكين من اليسار لليمين طيب أنا بدي إياها من اليمين لليسار بدي إياها في النص فباج هون على الالاين هوريزنتل طيب تيجي بتحكي لي ما أنت عند سكرين خليتهن سنتر خليتهن سنتر آه بدأك تفرق عند سكرين خليت سنتر الأدوات في داخل الشاشة تيجي بالنص مثل هدول الأداتين بينما في داخل هذه الأداء أنا برضو بدي إياها بالنص أو مثلا بدي إياها على اليمين أو مثلا بدي إياها على الشمال تمام؟ انتبهنا له هذا الخاصية إيش بتعمل والالاين فيرتكل اللي هي المحاذة العمودية طبعا يعني أظن أنه هاي نوع من الطرف يعني حاطت لهون محاذة عمودية لأنه لو جربناينها هاي الالاين هوريزنتل مثلا خليناها نسنتر مثلا ممكن أنه يكون الأدوات تحت بعض ما بيزبطش فيها دلاد يعني لو جربنا ما بيزبط إلا الأدوات يجين بجنب بعض تمام جماعة؟ طيب في كثير من المبرمجين يعني لو كانت هذه مثلا أوتوماتيك وهذه أوتوماتيك بتغلبه لما ينضيفه الأدوات بداخل الهوريزنتل أرينجمنت أو بشكل عام بداخل أدوات الترتيب معدى الجدول الجدول كوضعه مرتب في داخل الهوريزنتل أرينجمنت أو الفيرتكل أرينجمنت أنا بدي أورجيك طريقة لاحظ معاي لما يظهر هذا الخط الأزرق تحت المستطيل معناته مستحيل إنها تدخل فيه ولما يظهر فوق المستطيل معناته مستحيل فملاحظين الخط الأزرق أجه بين الأدتين طب أنا بدي أجيبه يمين هذه الأداء بعمل موازني يعني كيف موازني يعني بعمل براليل موازني أو موازاب بين هذه الأداء وبين المستطيل وبعدين بداخله شوي في داخل المستطيل لعندما يختفي اللون الأزرق هيك أجات على اليمين طب إذا بدي إياها على اليسار نفس الإشي باجه بعمل موازاة مع المستطيل وبتمنى أدخله لعندما يختفي اللون الأزرق هيك إنضافت في يسار المستطيل طيب هذه الأداء موجود لها لبنات خليني جعل البلوكس طبعا هذه الأداء وباقي الأدوات نيجعل اللبنات ما فيش أول شيء إلى أحداث ما فيش لبنات من النوع استدعاء كل موجود فقط اللبنات اللي هي بتتحكم في الخصائص خصائص هذه الأداء ويعني هذه اللبنات ضيفها أنا أظن نوع من الطرف يعني فيما لو بدك تتحكم في خصائص الأداء من هون وإحنا عارفين إنه الخصائص دايما بتنقسم لا ست وبتنقسم لا جت جت يعني يعطيني قيمي مدخلي في خاصية من هدول الخصائص يعني مثلا قيمي معينة مثلا باكي جراوند كيلر لون بلو مثلا أنا بدي أحصل على اللون فباجي هون وباكله اعطيني جت يعني هاتي اللون هون باكي جراوند كيلر اللي أنت عامله خلفية أنا بيلزمني بإشي ثاني تمام وأدوات الست فيما لو أنا بدي أغير في قيمي معينة من قيم هذول الأدوات من خلال برمجة يعني مثلا لو بنا نغير برضو في الباكي جراوند كيلر وبدنا نخلي اللون من عندي الكيلرز مثلا بينك تمام وطبعا لازم هذي ترتبط بحدث يعني مثلا لو خلينيها وينسكرين وان انشالايز وطبعا أنا يعني لو عيدت تشغيل التطبيق وردت شغلته راح يغير اللون لبينك لأن أنا قلت عند تشغيل الشاشة أول ما يفتح التطبيق بس التطبيق مفتوح لما أطفيه ورده شغله بتطبق بس علشان نفهم فكرة يعني ضايف هذول اللبينات لا هذول الأدوات الترتيب يعني بجوز يلزم إنك هيك يعني حاكي لك ممكن بلحظة من اللحظات إنهن يلزم إنك ملاحظين هاي سبحان الله طبق طبق وانسكرين وان انشالايز طبقها واستطعت أن أتحكم في لوني الخلفية من خلال البرمجة انتوا عارفين هنا بس للتأكيد على المؤكد طيب منجلاء الأدات الثانية في الليئاوت اللي هي Horizontal Scroll Arrangement طبعا يا جماعة هذي الأداء خصائصها ملاحظين ما بيختلفنش عن خصائص Horizontal Arrangement بالمرة ملاحظين يعني خلينا مثلا هنا نخلي هذي none ونخلي هذي برضو none تمام ملاحظين ما بيختلفنش أبدا عن خصائص بعض طيب إيش اللي بيختلف خلينا نجرب لو جينا مثلا نضفنا طبعا مع ملاحظة إنه في بينهم بس فرق صغير برضو إنه لما أجعل Align Horizontal ما فيش فيها إلا Lift ما فيش Center ولا Right طبعا هسا منعرف ليش هسا منعرف إذا عرفنا إيش بتعمل هاي الأداء منعرف ليش ما فيش فيها Center وما فيش فيها Right خلينا نضيف عدة أدوات بداخل هذه الأداء أو هذا هذه أدات الترتيب هاي ضفنا أربع أدوات وخلينا نضيف كمان أدوات هاي مثلا أكثر من أداء طبعا حكيت لكم في الهوريزنتل Arrangement إنت كديش بدك تضيف أدوات بتضيف بس أنت محكوم بحجم الشاشة الهوريزنتل Scroll Arrangement إنت كديش بدك تضيف أدوات بتضيف بس أنت مش محكوم بحجم الشاشة ليش اطلع علي هاي أنا نضيف مثلا هاي خمس أدوات بس اللي ظهر على الشاشة ثلاث أدوات ملاحظين إيش ضف اللي هون ضف اللي أداة التمرير عشان هيك مسميها Scroll تمام Scroll Arrangement ضف اللي أداة التمرير بحيث إني أضيف كديش بدك أدوات وبنظهر لأداة التمرير وبستطيع المستخدم إنه يظهر أي أداة بدك فيمنا الفكرة طب بما إنا فهمنا Horizontal و Horizontal Scroll Arrangement أكيد رح نفهم Vertical Arrangement وال Vertical Scroll Arrangement طيب هاي Vertical Arrangement طبعا Vertical Arrangement أداة للترتيب العمودي مش الأفوقي يعني هون في Horizontal Arrangement مستحيل أدتان يجين تحت بعض إلا يجين بجنب بعض في Vertical Arrangement مستحيل أدتان يجين بجنب بعض لازم بفوق بعض نحظين هيك بضف للأدوات فوق بعض طب لو جيتسألتني السؤال يعني أنا شو استفدت من ال Vertical Arrangement ما هي فيها وبلاها الأدوات مضيفات فوق بعض أحكيك منطقة 100% بس في بعض التطبيقات رح تحتاج لل Vertical Arrangement ممكن مثلا في داخل هاي ال Horizontal Arrangement بدك صفين من الأدوات فبتضيف في داخلها Two Vertical Arrangements يعني هون هاي Vertical Arrangement وهذا كمان Vertical Arrangement بداخل ال Horizontal Arrangement ونضافها بداخل ال Vertical Arrangement خلينا نجعل Horizontal ونيجي نعمل لل Width Fill ومنضيف هون كمان Vertical Arrangement وبداخل هاي مجموعة أدوات وبداخل هاي مجموعة أدوات ممكن إنها تلزمت وبرضو يا جماعة أحيانا بعض التطبيقات لما تعملها Emulate أو تنزل على جوال ممكن الأدوات يروحين يمين شمال فمن خلال Vertical Arrangement أنت بتضبط هن 100% فيعني مش هيكة يعني ضايفين هذي Vertical Arrangement لا في إلها استخدامات طيب إلها استخدامات أكثر من Vertical Arrangement العادية اللي هي Vertical Scroll Arrangement طب ليش يعني هي أهم من Vertical Arrangement وأكثر استخدام من Vertical Arrangement لو ضفنا مثلا Vertical Scroll Arrangement هنا نفس الإشي أداة التطبيق العمودي اللهم إنه هذا الأداء مضيوف إلها Scroll مثل Horizontal Scroll Arrangement طيب أنا لو تميت أضيف هنا أدوات بتموا أو بيضلوا طول ما الشاشة كبيرة أو طول ما الشاشة بتوسع أضيف أنا ما بدي خليني نحدف هذا الأداء أنا ما بدي هذول الأدوات يأخذن حجم كبير من الشاشة فباجي مثلا بحدد له بكله مثلا الهاي خليها مثلا 33 بيكسل تمام فهون أنا حددت لمجموعة هذه الأدوات بس هذه المساحة وأنا بصير إيش أمرر في هذول الأدوات عن طريق أداة التمرير وهون مثلا استفدت إنه نضيفت كدش بدي أدوات واختصرت مساحة عمودي أنا بدي أضيف أدوات ثانية وممكن تلزمك هذا الشغل تمام جماعة طبعا لو جينا على خصائص Vertical Arrangement والVertical Scroll Arrangement ما بيختلفنش أبدا عن الHorizontal Arrangement اللهم إنه هنا في الVertical Arrangement ما في الشي ملاحظين هنا في عفوا في الHorizontal هذه الموجودة في الHorizontal Scroll Arrangement اللهم في الVertical Arrangement عمودي في الHorizontal Arrangement وفوكي خليني يجي على البلوكس نفس الإشي Set Will Get موجودات فقط Set Will Get لو جينا آخر إشي على Table Arrangement Table Arrangement يعني كثير رح نستخدمها وكثير أنت رح تستخدمها ورح تستفيد منها وبصراحة يعني أكثر أداتين أنت رح تستفيد منهن أو رح تستخدمهن اللي هن الTable والHorizontal Arrangement أما باقي الأدوات يعني رح تستخدمهن ورح تضطرهن بس مش مثل الHorizontal Arrangement والTable Arrangement تمام؟ طب خليني جعل خصائص الTable Arrangement جدول يعني جدول فيه أعمدة وسطور فبالتالي هون كدهش بدك أكم عمود وهون كدهش بدك أكم سطر وأكيد هذا الVisible والUnvisible في جميع الأدوات ولا أدامش موجودة فيها إلا الأدوات الغير ظاهرة تمام؟ ومنيجي هون على High والWid اللي هي كدهش بدك ارتفاع الجدول وكدهش بدك عرض الجدول مثلا أنا لو بدي ثلاث أعمدة وسطرين وبدأ أسوي مثلا Keyboard أزرار لآل حاسبي مثلا فباجي هون على البوتون ملاحظين ما بلزمش تعمل فيه لأنه هون بيظهر لي المربعات لكل أداء هون مخصص لكل أداء ومربع معين هذه الأداء الأولى وهذه الأداء الثانية وهون بضيف الأداء الثالثة وهون الرابعة وهون الخامسة وهون بضيف الأداء السادسة وبدأ أضيف كمان أداء لو بدي أضيف ما بكباليش طب ليه ما بكباليش لأن أنا عامل هون سطرين تمام لو بدي أضيف كمان بضيف الروز أو بضيف الكولومز مثلا بدي هون ثلاث أسطر فتح لي كمان سطر بضيف فيه إيش ما بدي أدوات لو جينا على اللبنات الخاصة بهذه الأداء اللي هي Table Arrangement ملاحظين معاي هون نفس الإشي لبنات الست والجت ويعني خلص هذه هي مجموعة الليئاوت وبرغم أنها بسيطة وسهلة بتلزمنا يعني لازم في التطبيق اللي إليك على الأقل تستخدم الHorizontal Arrangement طبعا مش إلزامي أنت رح تضطر لحالك بدون ما أني أنا آجي ألزمك طيب الأدوات اللي موجودة هون مخفية أنا كيف بدي أتحكم فيهن آه باتحكم فيهن ما هني موجودات هون هيا هن موجودات هون وأنا بستطيع أتحكم في خصائص هذول الأدوات إن شاء الله تكون الفكرة وصلت وتكونوا استفدتوا من هذه المجموعة من الأدوات وفي آخر هذا الدرس بنقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والله يعطيكم ألف عافية